بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سر ، سلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نكمل الفصل الخامس وهو خاص بإوشاد زوالها الطعقة العقلية وسلم وهي هنتكلم اليوم إن شاء الله عن يعني اتدخلات الإوشادية مع المعاقرين عقلياً وطبعاً أسرهم طبعاً إحنا لو اتكلمنا عن خدمات الإوشاد النفسي للخدمات الحدومة مساعدتهم على كسب المهارات التكيفية وتنمية مظاهر الشخصية المختلفة المتأسرة بطبيعة الأعاق العقلية بإحنا بنساعد زاوي الأعاق العقلية على أن هما يتكيفهم مع البيئة التي يعيشون فيها نساعدهم على اقتصاب بعض المهارات نحاول نحل بعض المشكلات ويتجنب بعض المشكلات السلبية طيب بعد كده ننتقل على التدريب على مهارات الحياة لكي يتم التدريب على مهارات الحياة لازم يكون فيه تقييم لاداء المهارات. يعني نحدد نقاط القوة ونقاط الضعف. نحدد نقاط القوة ونقاط ايه? الضعف. والتأكد من دفعية الطفل المعاق عقليا من جهة اخرى ان احنا اه استعداداته وامكانياته ونحاول ان احنا ايه نستفيد من نقاط القوة اه الموجودة لديه ونحاول ان احنا يعني نقوم بالتعامل مع نقاط الضعف. طيب بعد كده التديب على المهارات الاجتماعية طبعا. ان الهدف من تعليم المعاق عقليا على اه اعداده للعيشة في المجتمع. فلازم ان احنا نضربه على ايه المهارات الاجتماعية ونحاول ان احنا نضعها داخل المنهج وتكون جزء لا يتجزأ من هذا ايه المنهج. ان الطفل هذا نساعده ان هو يطور من مهاراته الاجتماعية على اساس ان هو يتفاعل ويتعامل مع المجتمع بصورة يعني جيدة وليست ايه صورة سيئة او سلبية. تدريب الرفاق. اه. لا يوجد تدخل يساعد الافواد المعاقينة عقليا في الدمع مع المجتمع اذا لم يتقبلهم المجتمع نفسه. ده طبعا لازم يتنم خصوصا بالنسبة للمعاقينة عقليا ان يتقبلهم المجتمع لان كثير اه من افواد المجتمع قد لا يفضلون التعامل مع زاوي الاعاقة العقلية. وهذا يتحقق في الاوضاع الطبع من خلال تعريض كافة الافواد المعاقينة عقليا الى بقات الدمج الاجتماعي. احنا نحاول ان نقوم بعملية الدمج الاجتماعي وتدريب الافراد العاديين على تقبل زاوي الاعاقة العقلية. كمان عندنا الارشاد والتوجيه المهني. تهدف خدمات التوجيه والارشاد المهني الى مساعدة الافراد المعاقينة على اختيار مهنة مناسبة. يكون عنده مهنة مناسبة لطبيعة قدرتهم وكما يهدف الى مساعدتهم على التكيف مع متطلبات المهنة واتقون مهارتها نحن نحاول ان احنا كمان نساعده على اه يعني ادراك والتعامل مع متطلبات هذه المهنة واكتساب المهارات الدرورية لاداء هذه اه المهن طيب كمان عندنا اه التدخلات التربوية الخاصة المعاكين عقليا بيحتاجهم تدخلات تربوية خاصة بيهم جميل وهناك العديد من التدخلات النفسية والاجتماعية يمكن ان تقدم في الاوضاع في الصف تدخلات جميل غالبا ما تعتمد على مناهج اه والمناهج دي تكون مهارات وظيفية مصممة للتعليم الفردي والعايش في المجتمع ايه المجتمع الخاصة بالافراد زاو الاعاقنة يعني كيفية التعامل داخل هذا المجتمع وتصميم التدخلات الطابوية اه الخاصة والمعتمدة على ايه التقييم الطابوي النفسي والنفسي للطفل المعاكع عقليا طيب الارشاد الاسر ده اخر نقطة ان شاء الله يؤدي وجود طفل معاكع عقليا في الاسره الى الطباب النفسي طبعا لازم نقدم للاسره وتكلمنا على الموضوع ده في الفصل الخاص بالارشاد الاسره اه اه يعني ده بيسبب مشكلات وارباك في نظام الاسره والخطط المستقبلية لاعضاءها كل ده طبعا من المشكلات التي بتقابل اسر الافراد ذا والاعاقة العقلية ولذلك يجب ايه يعني تقديم بعض المعلومات والارشادات للاسرة حتى نقلل من هذه ايه المشكلات والاضطرابات واذا كان الاباء لا توجد لديهم الخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات فيه هيخليهم ده يشعروا بالايه بالازى والغضب والألم وفي العموم في ان عملية ايه وفهم ان الطفل معاقة عقليا تتطلب الوقت والجهد جميل وده بيعكس بيعكس مدى حاجة الاباء والامهات الى خدمات ارشادية ومعلوماتية طبعوية بطبيعة اه يعني ايه بطبيعتها حول خصائص الطفل واسباب الاعاقة